طيب من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة النهاردة هيمتحن طلاب السنوية العامة علم علوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 292.428 طالب وطالبة هيمتحن كمان طلاب علم رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية أو الاستاتيكة بإجمالي عدد 100.435 طالب وطالبة والنهاردة هيمتحن طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وهيمتحن الطلاب امتحان مادة الأدب والنصوص وبإجمالي عدد طلاب القسم الأدبي 74.754 طالب وطالبة هترجع مصر القافلة الطبية اللي أرسلتها جمعت أسوان لدولة تنزانيا الشقيقة واللي بدأت فعالياتها يوم 22 يوليو وضمت مجبوعة من أساتذة كلية الطب في جمعة أسوان من مختلف التخصصات القافلة قامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية لعشرات الحالات من دولة تنزانيا وكمان تم الكشف عليهم وتقديم العلاج لهم بالمجان مطار مرسى عالم الدولي هيستعد من النهاردة والحد الأسبوع الجاي باستقبال 55 رحلة طيران دولية وداخلية من مجموعة مطارات دولية عليها مئات السياح الأجانب من عدة دول مختلفة قلوب المصريين كلها مع منتخب مصر الأولمب النهاردة لكرة القدم اللي هيخد مواجهة كبيرة ساعة 12 الظهر قدام البرازيل في منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 كل التوفيق ليهم ربنا معاهم والله وخالص دعواتنا ليهم وإن شاء الله بإذن الله حقا وإنجاز ويشرفونا كمان